أكثر من 13 ألف طفل فلسطيني قتلتهم إسرائيل أكثر من 30 ألف شهيد وأكثر من 70 ألف من المرضى والمعاقين التي خلفتهم الكيان الصهيوني في هذه الحرب التي توصفت الآن على مستوى عالمي أنها حرب إبادة قتلتهم إسرائيل في حرب إبادة لمستقبل فلسطين نعم اليوم الشعار الذي يرفع الكيان الصهيوني لإحتلال البشاع صمتاً إننا نقتل أطفال فلسطين صمتاً إننا نحطم مستقبل فلسطين كيف تقتل الأطفال بالطريقة هذه الكيان الصهيوني اللي قتل 13 ألف و 430 طفل فلسطيني شنو معناها الرقم هذا بالنسبة للتعداد السكاني الفلسطيني اللي موجود في غزة اللي هو مليون و 500 ألف شنو معناها هذا وقت اللي تقتل منهم 13 ألف وماشي للـ 14 ألف لأنه 430 زادة فوق 13 ألف معناها أنها تقتل المستقبل معناها أكس صيحاتم تعد طفل مقبل على الحياة اللي كان يزعج جولدا ماير مؤسسة الكيان الصهيوني الأولى واللي قتلت أطفال فلسطين وقالت اللي أي طفل يولد في فلسطين صياحه نحو الحياة والإقبال على الحياة يزعجني إسرائيل اليوم قتلت عدد كبير من الشهدات النساء اللي هما يولدوا الأطفال 8900 شهدة اليوم 151 يوم على عدوان ليس له نظير قتل أكثر من 13 ألف طفل كيف ما قلنا أكثر من 30 ألف شهيد وهنا نقف أمام هذا الرقم المفزع لقتل الأطفال الذي يعني ونتأكد من خلاله أن الكيان الصهيوني يبيد مستقبل فلسطين وليس الفلسطينيين هكذا ولكن بطريقة ممنهجة هذا الكيان المحتل البشع يقتل ويجعل مستقبل فلسطين مستشهدا بين رصاصه وقنابله الاحتلال بكل السلاح الموجود وأحدث وأشد الأسلحة فتكا اللي تفتحت له مشرعة خزائن ومخازن الدول الغربية اللي سميناها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وكل البلدان المنخرطة مباشرة في قتل الأطفال في فلسطين ما شافش العالم بشاعة الجريمة اللي وفضاعتها اللي قاعدين نتحدث عليها اليوم هالبشاعة هذه وين ماشية وشنوها مخطتها الكيان الصهيوني لم يتسمر هناك في فلسطين من أجل أن يقتسم فلسطين بينه وبين الفلسطينيين وبين الفلول الغازية وإنما من أجل أن يتوسع هو كيان احتلالي توسعي يرنو إلى كل المنطقة العربية وإلى كل العالم فيما بعد وها نحن نرى أن هذا الكيان يلتف حول العالم مخابرات ولوبيات من أجل أن يصمت هذا العالم عندما يقتلون الأطفال مستقبل فلسطين تقده المقاومة ومهما قتلوا فإن المقاومة لن تتزحزح قيد أمنا وإن هذه الجريمة التي قالت فيها القوى الدولية والمحكمة محكمة العدل الدولية قالت فيها كلمتها فإن المقاومة ستجعل هذا الكيان وهذا الاحتلال سوف تجعله في مصاف الدول التي تحاكم ليس بالتاريخ وإنما بالمحاكم والقضاء وسوف نرى شخصيات صهيونية نافذة وأمريكية وغربية ساعدت على قتل الأطفال سنراهم أمام المحاكم الجنايات الدولية والمحاكم الوطنية فقط وقفة عز وإنسانية من العالم كله نبدأها من الوقفة العز الموجودة في فلسطين